السباحكم ورد وعسل يا رب تكونوا كويسين وفي احسن صحة وفي احسن حال النهاردة يوم جديد ويوم سعيد علينا وعلى حضراتكم يا رب كده تحقق كل احلامكم وكل تموحاتكم النهاردة صحيط لسه صحيح حالا والله عمال افكر وانا نايم اعوز اتكلم معاكم ومش لاقي موضوع اتكلم فيه بعيد عن الصفر وبعيد عن الدعوات وبعيد عن الجواز وبعيد عن الافلام اللي بقت مملة دي اللي كل القنوات بقتتكلم فيها طريقة فوق ما تتخيلوا قلت اعمل النهاردة وابدأ يومي معاكم من ايه من السرير اول حاجة تعملها وبما انك قاعد لوحدك دلوقتي زي تقوم تبضى بسريرك تغسل سنانك تعمل قهوتك او شاعت نشوف هتفتر ايه وبعد كده ايه ابدأ يومك خليكم معايا ان شاء الله بازن الله ونشوف الجو ايه انبارح اما جيت متأخر الساعة حوالي Generally 3ة بالليل او 4ة بالليل ااااااا생 كانت ايه كانت دنيا كان كانت تلج فوق ما تتخيلوا خلينا نشوف الشارع في ايه دلوقتي وايه وكمل مع حضراتكم صباحكم ورد وعسل وان شاء الله في موضوع كويس هتكلم معكم فيه صباحكم ورد وعسل خليكم معايا ايوة تقفل الفلوج صباحكم ورد وعسل عاملين يا رجالة وحشيني والله بغو 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 ابقى دقامتيش ابقى دقامتيش بعد بشاف لوحش اصرا وصاح من النور اساسا طب هل ايه هل ينفع كده ينفع الكلام ده بغو الله ينفع كده طيب على ما قهوتي بقى تتعمل اصول لكم الشارع. بص يا جماعة التلج عمل ازاي. طب والله ما حد هيصدق الجو ده بدرجة الحرارة النهاردة كامل. مينس واحد. خو الله العظيم. يعني اي حد يشوف التلج ده ويقول لك التلج ده تلاقيها مش عارف عشرين تحت الصفر وبتاع لا. هي واحد تحت الصفر بس. اه جو بالنسبة للاوكرانيا مش ساعة. اه بالعكس الجو دافج جدا. او الله العظيم. اه وزا ما انتم شايفين التلج بس ايه الجو ايه مش هينفع انزل الشارع او اعمل اي حاجة. خليه ايه يوم الاجازة ايه اعوضوا في البيت عشان انا هتعبان النهاردة. خليكم معايا وان شاء الله بازن الله ايه هكمل مع حضراتكم. صباحكم وارد وعسن يا رب تكونوا كويسين وفي احسن صحة وفي احسن حال. النهاردة يوم جديد ويوم سعيد علينا وعليكم في جو اوكرانيا المجنون الجميل المتالج. اتفضلوا قهوة معي. اهي قهوة والله مش عارف شايفين ولا لا اه 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 قهوة بالحليب. افتروا معايا موزة. شوكولاتة. شوكولاتة حالوا تفضل والله. اه ليش ده اللي صبت منها بس لو مهنية كافة مية. النهاردة هتكلم مع حضراتكم في موضوع مهم جدا بعد ما شفتوني وانا لسه قيم من نوم. وعمال افكر وفكر اتكلم في ايه. جيب بالي موضوع الصداقة والاندال من الاصدقاء. فيه نوعين من الصداقة. صداقة حقيقية وفيه اه اه اندال في صورة اصدقاء. للاسف الشديد اه وده الواقع اللي انا ايه لازم اقوله الحضرات. اه ناس كتيرة قوي بتعمل ان هي اصدقائك وكلها غيرة وحقد وكلها حاجات كتيرة جدا واستهبال واستعباط وكل حاجة مدخلش على اطفال. امور كتيرة جدا على فكرة مش بتكلم عليك يا احمد عشان ايه. احمد دايما بيفتكر ان انا بتكلم عليه ما ان انا ده مش اسلوب ان انا لقاح على حد يعني. بس يلا مش مشكلة ايه كله في ميزان ايه حسناتنا ده عالم مصر يا جماعة وده عالم اوكرانيا. يعني الناس اللي كانت بتتكلم انا عملت العالم ده هنا في اوكرانيا. اهو. ده مصر. عالم مصر اهو. اهو. ماشي. وده النسر عامله ورده كله هنا في اوكرانيا. بعم اي حاجة بتخطر على بالي بعملها اه وعايش حياتي بالطريقة اللي بتريحني وبتعجبني. ودايما انت كمان تعمل كده بالزبط. تعيش حياتك بالطريقة اللي تعجبك وتريحك. ما تبصش بقى اللي حواليك. اللي حواليك عمرك ما هترضي كل الناس اللي حواليك. ابدا عمرك حتى في القناة هنا عمرك ما عمري انا خالد مهار ده كل ازواء حضرتك. ممكن واحد يشوفني انا بقدم حاجة كويسة واحد يشوفني انا بقدم حاجة مش كويسة. اه ده امور راجع لحضرتك. راجع تفكيرك لاستوعابك للكلام. دي مشكلتك مش مشكلتي انا. المهم خلينا نتكلم على ايه اصدقاء النعيم من الاصدقاء. الاصدقاء 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 والاصدقاء اللي هم كلهم غيرة وحقت. اه خلينا تكلم على الاصدقاء الاصدقاء. في حياتنا ناس قلائل جدا 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 يتعدوا على الصباح الواحد او الاثنين. اه انسان انت بتصق فيه اه كل اصرارك معاه بتحكيله على كل مشاكلك وهمومك وهو بيسمع لك. اه 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 وفيه صديق اه عنده عيب ومشكلة رخمة اوي 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 هي ايه لما تيجي تحكيله على حاجة. هو صاحبك يكون كويس جدا بس هو ده العب بتاعه. اني مثلا تحكيله على حاجة. فتيجي تقول له ايه والله ده انا تعبان. والله ده انا عندي هموم كذا. يقول لك ايه. ده انا كمان تعبان. ده مش عارف العيال ايه. ده انا عندي مشاكل ايه. يخرجك من مشكلته. من مشكلتك انت عفوا. يدخلك في مشكلته هو. وده النوع ده موجود منه كتير اوي في وطننا العربي. الناس اللي هم تيجي تحكيلهم على هموم وحاجات مضايقات. فتلاقيهم هم بيحكولك على اشياء تخصهم. مش في وقته. انت احيانا بتبقى مخنوق ومتدايق ومحتاج حد يسمعك. فلما بتيجي تتكلم مع الاشخاص دول. تلاقيهم يقولوا لك كده. فانت تلاقي نفسك زهقت منه. ايه مش طاقت تشوف وشه. تقول له عما انا عاوز ايه في سرك. انا جايع عشان احكي لك وفاضبط معاك. هتشاهدني هم. فوق همي. ده نوع. في نوع تاني اللي هو الانسان المخلص. الانسان الخلوق. اللي هو بيحبك فعلا من قلبه. بتيجي تكون مخنوق. فبترتاح. وانت بتتكلم معا. بيقعد يسمعك حتى لو عنده مشاكل الدنيا والاخر. اقسم بالله العظيم. اقسم بالله العظيم. اقسم بالله العظيم. انا من النوع ده. لما بيجي حد من صحابي مش بقول كده رياء. لا والله. بس بحكي لكم اوضاع وناس. اه وحاجات في حياتنا اه سلبيات رخمة جدا بعيدة عن الصفر. والجواز والدعوات والحاجات المملة اللي ايه ملهاش ايه معنى ولا ايه ودمها زي تقيل وناس كتيرة وكل من هب ودب ايه بيتكلم في المواضيع. المهم. اه لما بيجي حد من صحابي يكون عنده هموم او عنده مشاكل والله العظيم. بفضيله نفسي واعد اسمعه. بسمعه عشان هو في يوم الايام هيسمعني. اه بعمل بقدم السبت عشان نلاقي الحد. اه لكن انت لما تيجي تقعد مع صاحبك. اه ويحكي لك ويشكي لك. فانت تروح مطلع له مشاكل عندك. وبلاوة عندك. طب ما هو عارف ان انت عندك نيلة وبلاوي وزفت. اه هو بيحكي لك عشان هو اصلا محتاجك ان انت تسمعه. ده نوع من ايه من الناس الاصدقاء. ده وفي وده وفي. بس ده في عيب وده مفهوش ايه عيب. او هو شايف ان العيب ده ما ينفعش ايه يظهره في الوقت اللي صديقه محتاجه فيه. اه نوع تاني بقى اللي هم الاصدقاء اللي عاملين نفسهم اصدقاء. وكلهم غيرة وحق. اه وقلب اسود والعاذ بالله. وحقدين عليك. اه ربنا شايفين ربنا كرمك. اه في اي صورة. في صورة عمل كويس. في صورة اه زوجة كويسة. في صورة بيت كويس ونظيف. في صورة مال. في صورة اه قناة. يا امور كتيرة جدا جدا جدا. اه اصدقاءك اللي هم بيبقوا عاملين اصدقاءك بتقوم به اللي الاسهر الشديد. انا بقول اصدقاءك. لان انت بتكتشف الناس مع الوقت. وبتعرف معage In the people. اه بتلاقي واحد صاحبك. اه اه ا ا ا ا ا ا ا عامل ان هو صاحبك. وكل كله حقد وكله غير منك ما تفهمش ليه مع انه هو لو فكر فيها ممكن يعدل نفسه ممكن يصلح نفسه ومع الوقت ربنا هيكرمه الحياة ابسط من كده نصف قلوبنا جماعة الناس اللي هم السلبيين نبعد عنهم الناس المحبتين نبعد عنهم امور كتيرة جدا في حياتنا للأسف الشديد صديق يجي عند صديقه جيله من اخر الدنيا ما يسقهوش كباية شاي ما يقابلوش كويس الامور دي كلها عيب احنا عرب المفروض ان احنا كورمة ما ينفعش يجيلك ضيف من اخر الدنيا وما تقومش معامل بالواجب على قد امكانياتك محدش قاللك هاتله من السماء لا اعمل اللي يليق بمقامك اعمل اللي تربيت عليه ببيتك وبيت اهلك اللي ربوك عليه ناسك اللي ربوك عليه ناسك كل واحد فعلا المثل اللي قال كل ان ينضح بما فيه فعلا ما تكذبش مش معنى ان انا اكون قليل الادب واشتم وشتام وبتاع فيتقال علي المثل كل ان ينضح بما فيه لا الصداقة وكرم الضيافة والاخوة والجدعانة برضو كل ان ينضح بما فيه هو تربى على كده تربى على ان حد يجيله بيته يفضل قاعد عنده طول النهار ما يقدم لهش كبات مياه هو تربى على كده شاف اهله شاف اللي حواليه بيعمله كده دي امور كتيرة قوي حبيبكم تعرفوها واكيد هي مش غايبة عنكم انا بحاول اغير معاكم في المواضيع بتاعة القناة لاني مكذبش عليكم انا مليت من موضوع السفر موضوع الدعوات والجواز ومش عارف ايه والحاجات دي كلها ولكن ما زلت بنصح الناس لوجه الله ما زلت بنصح الناس لوجه الله لكن خدمات بعملها من القناة ااسف ما بعملش خدمات لحد ومليش علاقة حضرتك تيجي اوكرانيا او متجيش اوكرانيا تسافر او متسافرش حد يعملك دعوة او ما يعملكش دعوة انا عن نفسي ما عرفش اي بنا قادم ما عرفش الخالد اللي ايه بيكلمكو دلوقتي هو ده اللي قدامكو والحمد لله انا لا بعمل دعوات ولا بعمل بتنجال الحمد لله ولا عندي وقت ولا عاوز اعمل الكلام ده الحمد لله رب العالمين بدأنا خطوة لله وللأسف الشديد الناس اللي حواليك كلهم احبطوك وما خلوكش انت عاوز تكمل ان انت تعمل الخير قلت ايه تقول ايه يا ربي خلاص انا كده ايه بكتفي الحمد لله طرم الناس شايفاني ان انا بتبهدل ناس حسالة بتشتمني في قنوات للأسف الشديد والناس بتقعد تتفرج عليها ومش عاوز افهم حد غلط رسالة بقدمها لكل واحد يمكن الرسالة قلتها في الاول ويمكن بقولها دلوقتي ولكن الشاهد والاوضاع والبراهين بتؤكد ان فعلا في ناس حقدة وفي ناس غيرانة منك للأسف الشديد ده موجود وده موجود امور كتيرة قوي عن الصداقة والجدعانة والاخوة موجودة في حياتنا فيه الصديق اللي اتدخلوا بيتك وتأمن ان انت اتدخلوا بيتك وفيه الصديق للأسف اللي عامل صديقك وللأسف خبيث وانسان مش كويس ومش محترم ولذلك لو عندك اولاد وهم صغيرين عودهم من صغرهم زي ما احنا اهلين عودونا ان ايه صاحبي وصاحبك على القهوة ما تدخلش صاحبك البيت على زوجتك على بناتك الامور دي كلها ماينفعش تعملها وانت راجل عربي سواء كنت مسلم او مسيحي العرب عندهم حاجات وخطوط حمرة جماعة ماينفعش نتعداها ماينفعش نقول ايه احنا عشنا في اوروبا فهنغير افكارنا ماينفعش الكلام ده للأسف الشديد بلاقي افكار هنا في المنطقة سواء في اوكرانيا او غير اوكرانيا للأسف الشديد عرب وللأسف الشديد لا ينتموا الى العرب ولا شرف العرب ولا اخلاق العرب ولا نخوت العرب ولا نخوت العرب حلوة نخوت دي حلوة كلمة جديدة مصطلح جديد ولا نخوت العرب ولا عندهم زرة شرف للأسف شديد انواع كتيرة قوي للأسف في الغربة حقودة قلبهم اسود عاملين ان هم اصدقائك او بيحاولوا ان هم يعملوا اصدقائك حد طول ما هو قاعد عمال ياخد منك معلومات عن اي مكان انت فيه عن اي حاجة وانفكر ان اللي قدامه ده طفل او سازج انسى للأسف دول معروفين ودول معروفين حاجات كتيرة او يا جماعة والله لو اتكلم مع حضراتكم ساعات وساعات ما هيكفل وقت خالص لكل المواضيع اللي احنا بنتكلم فيها دي ولكن انا بنصحك وبنصح نفسي ان تخلي بالك وتنطقي اصدقائك اختار الصديق قبل الطريق وحديث للنبي عليه السلام ولينظر احدكم الى من يخالب في حديث الحديث ليه بداية من الاول انا ايه جيت بس في الجزئية هي بتاعت ايه الاصدقاء او ايه الخليل امور كتيرة جدا لما ما بتقمنش الحد بسهولة ما بتصقش في الناس بسهولة من اللي انت بتشوفه في حياتك من الناس اللي مش محترمة اللي مش كويسة اللي بتخشرك في صورة ملايكة ويعملوا ان هما اصدقائك واخوتك وفي الاخر تكتشف ان هما شياطين مش بنا قدمين ناس كتيرة جدا في حياتنا من هذا القبيل ده كان موضوع حلقتنا النهاردة يا جماعة خلي بالك من صديقك خلي بالك لما صديقك يجيلك وهو بيشتكيلك من امر ما قعد اسمعه هو ما محتاجك ان انت تسمعه مش محتاج يسمع مشاكلك لان هو عارف مشاكلك اسمع لصديقك حافظ على اسرار صديقك مش مجرد ما يقولك اسراره تخرج تنشر اسرار بتاعته للاسف شديد ده برضو موجود في بعض الاصدقاء اللي احنا بنحسبهم ان هما اصدقاء ولكن لما بتكتشف ان الناس دي النوعيات دي موجودة في حياتك اكيد انت بتقطع علاقتك بهم فورا لانك هتضيع وقتك بالكتب مع ناس حقودة وغيورة ناس بتخشلك في صورة ملايكة وناس بتخشلك في صورة شياطين اكتشفت في القنوات الله العظيم يا جماعة الكلام اللي انا بقوله لكم ده كلام حقيقي جدا 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 واحد يبقى عامل صديقك مثلا في اليوتيوب وحبيبك ماشي وفجأة يعمل لك قناة وهمية ويخش يجتمك به هو الله العظيم اقسم بالله العظيم هذا حصل يعني امور كتيرة جدا للأسف الشديد الناس ما بتكتشفش الحاجات دي اللي مع الوقت الناس ممكن تظلمك و الناس ممكن ما تظلمكش الله اعلم بالنفوس الله اعلم بالخبايا امور كتيرة جدا مش اسلوبي ان انا اتكلم على حد او القح على حد الواحد دايما بيختار الناس المحترمة الناس الخلوقة الناس الكويسة فما تخلطش بالناس اللي بتحبك والناس اللي بتحكد عليك وبتغير منك خلي بالك من ده وخلي بالك من ده قدينا بنتعلم الحياة دايما مدرسة دي تعلمك لبكرة لو كان في بكرة وفي عمر ربنا هكتبهونا احنا بنتعلم دي كانت موضوع حلقتنا نهاردة يا رب تكون عجبتكم صباحكم ورد وعسل عالم مصر عالم اوكرانيا بلدين بعشاءهم وبحبهم هم وطني اللي اتنين صباحكم ورد وعسل واشوفكم في بلوك جديد اه صحيح كلمة وطن اللي اتنين دول اه وطن اللي اتنين هشب من البحر او هشب من خرر صباحكم ورد وحسن لكي يوجد انا اعرفوا سمع موسيقى